نفأ المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج تكافل وكرامة ومنها استبعاد من يملك تلاجة أو جهاز تلفزيون من الاستحقاق شدد المركز على استمرار كافة المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي دون حث أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدية موضحا أن امتلاك الأسرة تلاجة أو جهاز تلفزيون لا يأتي ضمن محددات الاستبعاد من برنامج تكافل وكرامة